فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وكان الناس إذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه وكان عامة العجم حين أذين كفارا نعم والمخالفون لهم هم إما أهل كتاب كفروا بالله عز وجل وأبوا أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لا يتبع هذا الرسول كافر سواء كان من الكتابيين أو غيرهم قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم لماذا؟ لأن الكتب السافقة نسخت وبقي دين الإسلام بقي دين الإسلام وبقي القرآن فمن أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام والإسلام لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به وقبله الإسلام ما جاءت به الأنبياء وما شرعه الله لهم هذا هو الإسلام فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به وحده وما عداه فإنه ليس بإسلام وإن كان في أصله كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا لأن هذا نسخ أو حرف وبدل وغير ولم يبقى على أصله